أعلنت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة أن القطاع السياحي بدأ خلال العام الحالي باسترداد عافيته بعد تداعيات جائحة كورونا وأضافت أن القطاع سجل نمو غير متوقع بأعداد السياح والدخل السياحي منذ بداية هذا العام مؤكدة على أهمية التركيز على الاستثمارات السياحية بالمملكة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وضرورة تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المستثمرين وأشارت الجمعية إلى أن الدخل السياحي للمملكة ارتفع بنسبة 125% عن العام الماضي ليصل إلى قرابة 5 مليارات دولار جراء زيادة عدد السياح القدمين للمملكة والذين وصل عددهم إلى ما يزيد عن 4 ملايين وربع من المليون سائح